تحياتي وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من رصد خبري اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفيسبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى ليونيل ميسي لم يجدد بعد ما اعتبرنا جميعنا أنه في طريقه للتوقيع الأخبار الصحفيين الصحف كلهم بأكدوا ميسي مستمر والجميع اعتقد أنه اجتماع خرخي ميسي مع لابورتا حيكون اجتماع التوقيع السعيد لتكون المفاجأة أنه اجتماع الكارثة صبرت شوي لحد ما تزيد الأخبار اللي بتوصلنا عن هذا الحدث عشان أعمل هذا الرصد الخبري وأضع فيه أهم اللحظات الصعبة تكرر هذا الفيديو مش للقصة كاملة بل عن اللحظات الغريبة والصعبة اللي حصلت في اليوم الأخير لليونيل ميسي مع برشلونة قبل بيان الوداع اللحظة الأولى الصعبة كانت مفاجأة لابورتا لميسي طلب منه يقفض راتبه مجددا اللاعب كان جاي على إسبانيا على أنه خلص جاي يوقع لكن اتفاجأ والده أنه عم ينطلب منه يقفض 30% على المبلغ المتبقي ميسي كان موافق يقفض 50% من راتبه الكامل ولما تطلب منه 30% كمان كأنك بتقول له نزل 65% من راتبك وهذا الشي صدم والد يونيل ميسي وصدم ليونيل ميسي فوالد ميسي رفض هذا الموضوع مش عشان لفلوس بس بل عشان التغيير المفاجئ باللحظة الأخيرة ومحاولة إحراجهم ووضحهم بالزاوية أمام الجماهير اللحظة الثانية كانت صعبة أيضا لأنه ليونيل ميسي شكك بالعمل الرياضي بشكل صريح وتسأل عن التعاقد مع المدافع كريستيان روميرو وليش اللاعب رحلة توتنهم ومن وين تتنهم بيقدر ياخد لاعب لما برشلونة يكون بدويا إدارة برشلونة أكدت إنها قدمت عرض لكن نادي أطلنطا ما رد عليهم وهذا أمر لم يقنع ممثلي ليونيل ميسي إنه كيف يعني نادي مثل أطلنطا ما برد على عرض جاي من برشلونة حتى لو ما رد ترجع تضغط عليه عشان تسمع جوابه فكان التعليق من طرف ليونيل ميسي واضح المشروع الحالي لا يبدو كافي للنجاح هون لابورتا أدرك إنه ما قدم شيء يكفي عشان ليونيل ميسي يوافق على خفض الراتب البدويا ويقال أيضا إنه خلال المفاوضات توترت الأجواء لدرجة خلت والد يونيل ميسي يقول لابورتا اذكر حالك انت فست بالانتخابات عشان ليونيل ميسي عشان هو كان وعد الناس يخلي ليونيل ميسي المرشحين الآخرين ما كانوا وعدين هذا الوعد كانوا مترددين جدا بهذا الوعد فوند كان واضح الظروف صعبة كثير عشان أخلي ميسي ممكن ما نقدر لكن لابورتا قال أنا عندي الأفكار وعندي كل شيء إني أخلي ليونيل ميسي باختصار خورخي ميسي بيقول لابورتا وعدت الناس بس ما أوفيت بوعدك ومن أغرب الأشياء اللي صارت إنه في البداية ما شفنا زملاء ميسي أو النجوم اللي كبار في برشلوني عم بودعوه كانت حالة غريبة خلتنا نعتقد إنه فعلا كل عم بصير مسرحية من الضغط على الليقة لكن هناك تسريب بيقول اللاعبين في البداية ما صدقوا الأخبار تماما مثلنا إحنا الجماهير بالتالي ما علقوا بشي لكن لما خرج لابورتا في مؤتمر الصحفي بتصريح رسمي مفاده لا رجعته لليونيل ميسي إلى برشلونة وبعد ما زار بوسكتش ميسي وقعد عنده ثلاث ساعات تقريبا ناقشه وتكلم معه أدرك إنه ريونيل راحل فعاد بصفة أحد قاتل فريق وأخبر جميع اللاعبين وهنا انهالت منشورات الوداع في السوشيال ميديا من التفاصيل الغريبة طبعا اللي اسمعتوها إنه ميسي لن يرتدي رقم عشرة في باريسان جيرمان ونيمار عرض عليه هذا الرقم وما عنده مشكلة يتنازل عنه لكن ميسي قال له لا ما بدي ياه خلي معك ميسي في طريقه ليه يرتدي رقم تسعة عشر وقبل ما أنهي الرصد الخبر عن اللحظات الحساسة والعاطفية حول الوداع عليونيل ميسي خليني أترككم مع هذا الفيديو للصحفي جوتا خوردي الشهير في برنامج شيرنجيتو اللي نشر مقطع لابنه اللي بيبكي عليونيل ميسي بترككم مع الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله ميسي اشتركوا في القناة